جرح في جسد الوطن إنه ذكر التفجير الانتحار الذي استهدف معسكر تدريب خفر السواحل بمنطقة سوق الثلاث بمدينة زليتن العام الماضي شاحنة يقودها مجهول قد اقتحمت ساحة التدريب صباح الخميس أثناء تواجد ما يقارب خمسمائة متدرب تابعين لخفر السواحل بالمدينة قبل أن تنفجر وسط المتدربين لتحدث داويا كبيرا سمع في كل أرجاء المدينة أعقبها أعمدة دخان كثيفة وتناثرت الشضايا المتفجرة بكافة أنحاء المعسكر مستشفيات زليتن ومصراته ازدحمت جراء توارد القتلى والجرح لهذا التفجير عليها وأعلنت حالة الطوارئ فيما ناشد مستشفى زليتن في نداء عاجل للمواطنين بالمدينة والمدن المجاورة بسرعة التبرع بجميع فصائل الدم لتلقي المصابين والجرحى الإسعافات الأولية بالمدينة مستشفى زليتن التعليمي بيّن أن حصيلة قتلى التفجير الانتحاري وصل إلى 74 قتيلا وعشرات الجرحى 23 قتيلا فقط هم من تم التعرف على هويتهم من بين القتلى ولا تزال إلى الآن مجموعة رفات لم تعرف أصحابها ولم تدفن بعد جريمة بشعة نكرة ضمن حملة أراد مرتكبوها انهاك الوطن وضرب شبابه ومؤسساته في مقتل ولا يزالون وإن تعددت أسماؤهم وأشكالهم وصفاتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر